لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم المرء يحب القوم ولما يلحق بهم يعني ما حكمه ما تقول فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب في هذا الحديث المتفق على صحته يسأل أحد المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالي وعن مصير ذلك المؤمن الذي لم يبلغ بعبادته درجة السابقين لكنه يحب أن يكون معهم ويطلب رفقتهم فبشره النبي صلى الله عليه وسلم وبشرنا معه صلى الله عليه وسلم فقال المرء مع من أحب فقال المرء مع من أحب فقال المرء مع من أحب من أحب فقال المرء مع من أحب ما سيكون أحبه ما ستقوله ما ستقوله لذلك الناس صلى الله عليه وسلم قاله وعنده التعليم أن يكون إنسان ستكون في المتفق من الذين يحب هذا مقصد حديث في بخاري ومسلم في أخرى قصد أيضا بخاري ومسلم على قرارة أنس بن مالك يجب الله أن يكون سعيدا معه قال لذلك شخص يسأل المرء صلى الله عليه وسلم قال يا أحب الله عندما يكون الساعة 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 صلى الله عليه وسلم في طريق جدا ما سعيدا من لذلك ما لذلك ما سعيدا أن أنس the narrator of the hadith may Allah be pleased with him commented on this reply of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam he said ما فرحنا بعد الإسلام مثل فرحنا بهذه البشارة he said there was no nothing made us happier than hearing this reply of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam this glad tiding that a person will be in the companionship in the day after of those he loves he said because I love the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam and I love Aba Bakrin radiyallahu anhu and I love Umar radiyallahu anhu so I would love to be with them although my deeds will not reach their level so a man came jاء رجل فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله متى قيام الساعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها قال أعددت لها حب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت في رواية لمسلم قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدق غير أني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت ديننا دين الحب وديننا دين الرحمة وديننا دين الرأفة لكن الكثيرين سيدعون أنهم محبون وهم كاذبون المحبة ليست الدعاء مجرد باللسان الكثيرين سيدعون أنهم أحبوا الله ورسوله 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 ولكنه سيكون محبباً 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 and that's why when Allah subhanahu wa ta'ala put this criteria this test in the Quran very clearly in surah al-Imran Allah subhanahu wa ta'ala is addressing the believers if you claim that you love Allah then follow the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم if you do that Allah will love you and will forgive your sins Allah says قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ I'll repeat say O Muhammad صلى الله عليه وسلم tell them if you truly claim if you truly love Allah then follow me follow my way the way of Muhammad صلى الله عليه وسلم if you do that then Allah will love you and will forgive your sins and Allah is the most merciful most forgiving عز و جل subhanahu wa ta'ala so let's every one of us ask himself do I love Allah and then you have to judge this answer by this criteria do I really follow the way of Muhammad صلى الله عليه وسلم how do I treat my wife or my husband how do I treat my parents my children my neighbors my fellow Muslims how do I hold myself when I buy or I sell do I cheat do I care do I care about the faith of Muslims do I strive to support this deen and say the word of truth because that was the way of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم if you want Allah to love you and forgive your sins follow Muhammad صلى الله عليه وسلم as the hadith in صحيح البخاري the Prophet صلى الله عليه وسلم said all my Ummah will enter paradise except those who refuse the Sahaba exclaimed how could a person refuse to enter paradise he said whoever obeys me will enter paradise and those who disobey me are the one who refused قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أخرجه البخاري في صحيحه ولنعد معا إلى حديث أنس في الصحيحين لنتأمل كيف أجاب النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الرجل وهو المرب الحكيم الرجل يسأل متى الساعة لم يقل الله أعلم وهذه لو قالها كانت إجابة صحيح وقد أجاب بها في صحيح مسلم الحديث جبريل لما سأله متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل لكنه أراد أن يربي فينا الحس الإيجابي النحية العملي نحن نظريون نحن نظريون كارغل نقضى لا يقل عليّ ря sessions فقط المصدر صلى الله عليه وسلم عندما يسأله عندما هو المنزل لم يقال الله أعلم أفضل لا أعلم وهذا هو المسؤول الذي يسأله عندما يسأله لماذا؟ لأن المصدر صلى الله عليه وسلم يريد أن نكون بحيث 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 نحن نحن لعenciقاف نحن نزال انتكون تتحق لديك أيضا ification سيفقد شيء ما حظم ت workouts مثل ركما تم جن job من وجه ممكن meaning get ready for it it might happen every minute you know as our scholar said there are two days of judgment a day of judgment for the universal for everybody but the moment of death is your day of judgment so do you know when your life will end you don't know I don't know it might happen suddenly with no warning so we better get ready then and prove our love to Allah and His Messenger and to the believer maybe that will intercede on our behalf I say this word and I thank Allah for you and I thank Allah for you because he is the greatest الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده عباد الله اتقوا الله حق التقوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واعلموا أنه مهما طال عمر الإنسان فلا بد من لقاء الرحمن فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وتزودوا وتزودوا ليوم العرض الأكبر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم هذه الحياة قصيرة جدا ثم المآل إلى خلود في الجنة نسأل الله أن يكرمنا وإياكم أو النار والعياذ بالله نسأل الله أن يعيذني وإياكم منها ومن حرها واعلموا أن نعيم الدنيا مهما عظم هو نعيم زائل the luxury and the enjoyment of this life is very short and the prophet صلى الله عليه وسلم in the authentic حديث it's in Bukhari he gave an example which we will conclude our khutbah with he said the most extravagant person the richest one in this life who will be because of his deeds bad deeds and disbelief in the hellfire he will be immersed for a moment in the hellfire and he will be taken out this was the most extravagant and enjoyable person in this life he has lots of wealth lots of enjoyment maybe long life he will be asked after that immersion in the hellfire for a moment have you ever seen any pleasure he will swear by Allah he didn't see any pleasure because that moment of torture will make him forget all the pleasures of this life on the other hand the prophet sallallahu alayhi wa sallam told us about the person who suffered the most in this life maybe he was poor sick tortured jailed all sorts of torture and suffering he faced in this life but his destiny he is a believer he was from the people of the paradise so he will be immersed for a moment in the pleasures of paradise and then he will be asked have you seen in your life have you ever seen any suffering he will swear by Allah answering Allah subhanahu wa ta'ala I have never seen any suffering that moment of immersion in the paradise will make you suffer all the harassment the suffering of this life so how could a wise person exchange all the suffering of this life which will be counted for one moment if he is from the paradise people it will make him forget all this suffering but if he is from the people of hell fire and he enjoy himself in haram and he is a disbeliever all this doesn't count for one moment in the hell fire so let's ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept our repentance and ask his forgiveness and to end us on the klima الطيبة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة نلقى الله بها وكلمة نعيش في هذه الدنيا وفق من هجها طاعتنا لله ورسوله وغايتنا رض الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك ألوان وطرق ووسائل there are many ways which will strengthen the love to Allah and his messengers in your hearts but number one is obedience to Allah and his messenger and then under this title reciting the book of Allah taking care of your prayers الصلاة ذات الخشوع والخضوع الصلاة ذات الاعتدال والطمأنينة a prayer which when you pray it you feel that you are standing between the hands of Allah سبحانه وتعالى you pray it as if it is your last prayer أقول قول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله أن يسلح أحوالنا وأن يتوب علينا وأن يرحم إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها في الصين وفي دول كثيرة يتعرض إخواننا المسلمون للإضطهاد وللتعذيب ويحملونهم حملا على ترك دينهم فإلى الله المشتكى والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله